هذا وقد استعرض مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة التحديات التي تواجه وكالة الأونروا حيث طالب فيها منذوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبدالخالق إسرائيل بوقف سلوكها العضوانية تجاه موظف الأونروا وكدا أن استمرار دور الأونروا مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي من جهته قال فلبا لازاريني المدير العام للأونروا إن هناك مجاعة وشيكة بقطع غزة الوضع المترد في قطاع غزة يجعل من المستحيل التخلي عن دور وكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تواجه عراقيل عديدة في تقديم خدماتها إلى الفلسطينيين بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظف الوكالة قد شارك في هجوم السابع من أكتوبر الماضي مجلس الأمن الدولي استعرض في جلسة خاصة التحديات التي تواجه الوكالة والتي طالب فيها مندوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبدالخالق إسرائيل بوقف سلوكها العدواني تجاه موظف الأونروا مؤكدا أن استمرار دور الأونروا مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي تطالب مصر مجلس الأمن باتخاذ موقف صارم يجبر إسرائيل على وقف هذا السلوك العدواني تشدد مصر أيضا على أن وكالة الأونروا تقوم بدور أساسي وحصري لا يمكن استبداله أو تغييره لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة منشئ لها رقم 302 لعام 1949 أن الدور الذي تقوم به الأونروا لا يعد تفضلا على الشعب الفلسطيني ولكنه مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي بسبب مأثاة هذا الشعب الذي هجر من أراضيه وصول بوطن أما المدير العام للأونروا فليب لازريني فقد طالب بتحقيق مستقل بهدف حماية موظف الوكالة مشيرا إلى أن هناك حملة ماكرة لإنهاء أنشطة الأونروا وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين هناك مجاعة وشيكة بالقطاع في الشمال بدأ الردع والأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف وعبر الحدود ينتظرون الغذاء والماء النظيف ولكن الأونروا لا يسمح لها بتوصيل هذه المساعدات وإنقاذ الأرواح ومع مرور أكثر من ستة أشهر لا يزال الاحتلال الإسرائيلي واصل القصفة يحاصر أهل قطاع غزة باستخدام السلاح التجويع مما جعل معاناة الأهالي في ازدياد مستمر ترجمة نانسي قنقر